موسيقى صباح الخير ما من دعوة رسمية بعد لاستكمال الانتخابات الرئاسية وما من اتفاق ومواقف واضحة تجاه هذا الموضوع الوفد القضاء أيضا أجل زيارته للبنان سعر صرف الدولار مش سابت والمواطن هو عم يدفع التمن وبحلقتنا اليوم من براس ريفيو رح نكون باتصال هاتفي مع الصحافة مازن عبود يلي رح يعطينا تفاصيل أكتر بالمقال المنشور باسمه بجريدة النهار بالإضافة لفقاراتنا المعتادة البداية كالعادة بفقارة اليوم في التاريخ بمثلها نهار من عام 1946 عقدت منظمة الأمم المتحدة أول جمعية عاملة إليها بلندن بحضور منذبين من 51 دولة وذلك بعد إلغاء عصبة الأمم رسميا وذلك لفشل تجانب وقوع الحرب العالمية التانية من بلج جولتنا مع الصحف ومن بديها مع صحيفة النهار وأبرز عنوين الصفحة الأولى إنجاز الإجراءات للاستجوابات الأوروبية على مراحل المشاورات حول المأزق الحكومي متواصلة ولا اتفاق بعد على جلسة لمجلس الوزراء بري لم يوجه الدعوة بعد إلى الجلسة المقبلة وترقب لقرار تكتل لبنان القوي اليوم لولا عاد إلى القصر سندافع عن ديمقراطية البرازيل دول اتفاق إبراهام تجتمع في أبوظبي وسولفيان سيناقش في إسرائيل سيناقش تهديدات إيران إيران تحكم على ثلاثة محتاجين آخرين بالأعدام وسط انتقاضات دولية واستدعاء صفراء نبقى مع النهار لنكون مع الصحفي مازن عبود تفقيص المصائب والعملة باللبنان أهلا وسهلا فيك معنا ببريس ريفيو صباح الخير شكرا كتير نعم نشوف من اسم المقاليوم ليش تعتبر أنه الأزمة الاقتصادية هي انعكاس لفشل الحكومة وطبعا كل التدابير النقدية والإصلاحات الاقتصادية المؤقتة اللي كنا فيها فشو عليك المؤسسات السياسية ونظام الحكم بالاقتصاد ستنا في فرع بالاقتصاد بعلم الاقتصاد هو بيهتم بالاقتصاد المؤسساتي نحن في لبنان المشكلة هي مشكلة بنيوية تتخطى الحكومة إلى الحكومات والحوكم في البلد نظام من 2005 إلى اليوم هو عاجز عن إيجاب أي حل ودخلت الدولة في إيجازة من 2005 إلى اليوم المشكلة بنيوية أنه اليوم عندك في غياب للمسؤوليات وفي عندك نظام بعدة رؤوس كل واحد يملك حق النقد وإيقاف المشاريع أما مفاتيح تفسير شؤون البلد فهي غائبة وبطبيعة الحال هذه ستؤدي إلى أزمة اقتصادية الدولة وجدت كي تضبط السوق كي تنظم السوق وكي تضبط العمليات وتخفض أكلاف التبادل وتفاعل الاقتصاد وتفاعل النمو في حال انعدام وجودة ستكون النتيجة العكس تماما نعم يعني اليوم ليش تعتبر اقتصاد لبنان هو اقتصاد بازار حاليا عم نحكي بهذه المرحلة وليه يعني ما فيه تدابير أو شو هي التدابير يلي برأيك هي يعني تكفل أنه نحنا ننتقل إلى اقتصاد السوق ستنا اليوم نحنا باقتصاد بازار لأنه اليوم نحنا تحت حكم الأبضاء طبعا القضاء قد دخل في إيجازة الدولة تتحلل شيئا فشيئا اليوم انت بنظام حماية بنظام البازار هو بيكون في عندك الأبضاء والتاجر الأبضاء بيحمي التاجر من أبيل خوة أما بيحمي الاقتصاد من أبيل خوة طبعا تب يعتمد على القبلية والعلاقة بين أفراد العائلي وأفراد القبيلي وأفراد المجموعة وهذا الشيء اليوم يلي هو موجود عنه نقدر منلاحظ أنه اقتصادنا مطيف إلى حد كتير كبير مما يجعل منه أنه هو اقتصاد بازاري اليوم حتى عنا القضاء قد اضطعف عنا قضاء بس إنما نظام القضائي ككل يعاني من مشاكل البنيوية من هون يوم نلاقي في اقسام عمودي بين القضاء مع حاكم مصرص لبنان والقضاء يلي هني ضد سالمي كأنه حتى بهالقصة هذه القضاء يعني كل مجموعة عندها المدعي العام تبعها وقضات الحكيم تبعها هذا الشيء أكيد تحول وقد تحول البلد إلى بازاري إلى كتير من الأضايا ومش من اليوم العملية من قبل وهذه الأضايا بتأدي طبعا ننبغي بالقضاء إلى عدم تطبيق خلينا نقول العقود إنفاذ العقود والضماني وتنظيم الواحد من هون تحول وكان أصلا اقتصادنا هو اقتصاد بطار وهذا اللي يخليه ما كتير يدخل إلى مرحلة السوق مرحلة السوق هي التفترض المنافسة المشروعة المعرفة بالمعلومات والوصول والدخول إلى السوق بسهولة اليوم معنا إذا ما كنت أنت مدعومي من طرف ما فيك تفوت إذا ما كنت مدعومي من طرف ما فيك تستحصي على المعلومات الكافية والوافي في هذا يعني هذا الأمر كمانا بيؤدي إلى ما ناخد قروض من الخارج أو أي مستعدات بما أنه معنا أصلاحات وبما أنه البازار يعني هو توصيف للواقع في لبنان صحيح؟ شكرا مضبوط هذا الحديث صحيح كتير مني وهذا بمحله من هون حيئة تدبير اللي عم تقوم فيه السلطة النقلية وتدبير وقته وتربشه صحيح وحتى أي أصلاح اقتصاد الإسلام ينتج عن حوكمة وعن مؤسسات تضمن استدامة النمو كمان أيضا بيكون وقته إذن المشكلة هي مشكلة بنيوية في البلد ومن هون معالجة المشكلة طبعا مستعدمة وليس مؤقتة كيفة الخطط التي تلجأ إلى الدولة اللبنانية شكرا لك استثمازن عبود شكرا لك ومن تابع جولتنا على الصحف من النهار إلى اللواء جلسات الرئاسة تدخل متاهة الضغوط بين الداخل والخارج مقاطي يربط السلفة بالجلسة وبالبلة المركزي تلهب الأسعار والعام الدراسي في مهب الدولار مفادا لبايدن إلى إسرائيل لتسوية الخلافات حول إيران وحل الدولتين حرب شوارع في سوليدار وكياف تنتظر دبابات نوعية البرازيل تستعيد الديمقراطية بعد انقلاب أنصار بولسونارو نبقى مع اللواء لانتبع مع فقر سهمس والأسراري اللي حملتها لليوم عاد الفطور يطغي على العلاقة مستجدة بين مرجعية روحية وكتلتين من لون واحد بعد محاولات لم يكتب لها النجاح بأحداث خرق يعتبر مقربون من حزب بارز أن نغمة بناء الدولة تعني أمرا واحدا دفعه إلى صدام مرفوض مع جهة حليفة من لحمه ودمه تقتصر لقاءات نواب من كتل لحليفة ومتخاصمة في المناسبات الاجتماعية على المجاملات ولا تتطرق إلى أي شأن مشترك أو سياسي من اللواء سنتبع مع لوريون لجور وأبرز عنوين الصفحة الأولى لا صيرفة دون صقف مشاهدينا رح نكون مع أول فاصل أعلاني بحلقتنا ومنتبع من بعده جولتنا اشتركوا في القناة منتبع حلقتنا من فريس ريفيو وهلا مع صحيفة نداء الوطن سليمي مستعد للتحقيق والألمان الأكثر تشددان بتهمة الطبيض ديبلوماسي غربي عمليات النهب في لبنان لم تمارسها حتى مافيات عالمية إرباك في سوق الدولار وطعميق هوة الليرة منصة الميت مليون ليرة مستمرة حتى آخر الشهر الغرب يضغط على النظام الإيراني استدعاء ديبلوماسيين وعقوبات البابا يدين أعدمات طهران تغذي التعطش للانتقام واشنطن تتهم إيران بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا نبقى مع نداء الوطن لنتبع مع خفايا يبلغ وزير الداخلية بسام مولوي زواره أنه سيسعى جاهدا لتأمين تمويل للانتخابات البلدية من الجهات المانحة الأوروبية مؤكدا أنه سيجريها على أربع مراحل من أجل توفير السلامة الأمنية وعدم استنزاف القوى الأمنية يعاني جهاز أمني غير فاعل من عدم تجاوب الدوائر المعنية مع طلباته لتزويده بدات الاتصالات بعد سلسلة الإخفاقات التي عانى منها في أكثر من ملف يردد مرجع رقبي ضوصلة بأنه بعد إبطال المجلس الدستوري للمادة 119 من قانون الموازنة العامة لعام 2022 والتي تتضمن بعض التعديلات على قانون الشراء العام لتسهيل تطبيقها على البلديات والجهات الشارية الأخرى باتت الحاجة إلى تعديل قانوني سريع لقانون الشراء العام ملحة لأن بعض أحكامه بصيغتها الحاضرة غير قابلة للتطبيق على البلديات والجهات الشارية الأخرى ولهذا يبدو أن قانون الشراء العام سيعود من جديد إلى مجلس النواب عونيون عن الخلاف مع الحزب أبعد من الرئاسة إنه الاستثمار عند السنة النقاش في إعادة التوازن المالي ينطلق اليوم الكابيتل كونترول يشارف مجدداً على النهاية جعجع مستعد أن أستقبل بسيل إذا وجدنا شيئاً مشتركاً البابا لبنان ما زال في حالة انتظار لانتخاب رئيس جديد من نداء الوطن وأبرز عنوين الصفحات رح نتابع مع الأخبار سليمي يطلب ضمانات بعدم توقيفه نبقى مع صحيفة الشرق وأبرز العنوين ماذا يفعل الوفد القضائي الأوروبي في لبنان لا جلسة انتخابية ولا مجلس وزراء ولا كهرباء ميقاتي والحوت افتتحها المبنى الأخضر في المطر وطبعاً نرى بالصور من افتتاح المبنى وطبعاً للمضيفات في الميدل إيست أيضاً يلي شاركوا بهذه المنسبة جعجع مستعد لاستقبال بسيل إذا وجدنا شيئاً مشتركاً معه وفي الملف الصحي الصليب الأحمر يتوقع موجة جديدة من كورونا من الشرق رح نتابع مع الديار اللقاء الربعي في باريس يترنح بغياب الحماسة السعودية وأولويات واشنطن إصرار ميقاتي بدعم من بر لعقد جلسة حكومية وحزب الله يحاول إيجاد المخارج التيار يلوح بورقة التسمية رئاسياً اليوم تأجيل التحقيقات الأوروبية أسبوعاً بنغفير يأمر بإزالة الأعلام الفلسطينية عن الأماكن العامة الاحتلال يسعى لتقويد السلطة الفلسطينية من أديار رح نتابع مع الشرق الأوسط وأبرز العنوين محمد بن سلمان الدرعية ضمن كبرى مشروعات الاستثمارات لتعزيز مكانة السعودية إقليمياً ودولياً كوجهة سياحية وثقافية خامينئي يدعو لمواصلة المواجهات الصارمة للاحتجاجات أحكام أعدام جديدة وتوافق أوروبي على إدانتها باستدعاء سفراء إيران السعودية تعيد حصة حجاج الخارج إلى ما قبل جائحة كورونا العراق يتجهل اعتراضاً إيرانياً على الخليج العربي السوداني استخدم التسمية في افتتاح خليجي 25 واصطدر في تغريدة لولا يتمسك بالمحاسبة وبولسونارو ينفي التحريض موسكو دبابات الغرب لن تؤثر على نتيجة الحرب كيف تصد هجمات وتؤكد صعوبة الوضع في بخموت هيري ينشر الغسيل ويريد المصالحة الصحفة البريطانية تستغرب تصريحاته عن العائلة وأخيراً اطلاق منصة الشرق كويك تيك هي نقلة نوعية للشاركة بين الأبحاث والإعلام وبلومبرغ مع هذا الخبر نوصل لختم هذه الفقرة ومنكم مع فاصل آنه لنتابع مع الأخبار العالمية موسيقى 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 من كيف حلقتنا من براس ريفيو وهلا مع الصحف العالمية موسيقى 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 نبدأ جولتنا مع صحيفة المونز اللي تناولت الأحداث اللي صارت بالبرازيل إثقام الشعب باقتحام القصر الجمهوري نبقى مع لوفي جارو يالتناولت آخر الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية على الساحة الفرنسية نبقى مع The Guardian المستجدات البرلمانية الأمريكية تصدرت صفحات الأولى من الصحيفة البريطانية The Guardian نبقى مع The Washington Post يالتناولت أيضا المستجدات البرلمانية الأمريكية وكذلك فعلت صحيفة The New York Times مثل ما عم نشوف بعنوين الصفحة الأولى رح نبقى هلأ مع فقرة كاريكاتور ومنشوفها بصحيفة النهار ودائما بريشة أرمان حمصة وهي توصف واقع اللبنانيين بين يلي عم بدوروا بحلقة الصرفين وصيرفة بين الصرف الأيلي وطبعا متجر الصرفين وهذه هي الحلقة يلي عم بدوروا فيها بين التصريف لطبعا يتمكنوا من يعني يتقلموا مع الواقع الاقتصادي يلي عم نعيش فيه هيك مشاهدين عم نكون وصلنا لنهاية حلقتنا الموعد بيتجدد بكرة إلى اللقاء اشتركوا في القناة